البريطانيون يعانون من تبعات التضخم ويخشون ركوداً اقتصادياً شاملاً تزيد فرص حدوثه يوماً بعد يوم مبيعات الغذاء في بريطانيا انخفضت خلال الشهرين الماضيين بمقدار 2 فارزة 8% مقارنةً بذات الفترة قبل عام انخفاض يعكس اتجاهاً عاماً للتقشف طال حتى المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار كبير مصحوب بتضخم هو الأكبر منذ عقود البيانات صادرة من محلات التسوق تقول ان المستهلكين ينفقون الآن مبالغ أقل على المنتجات الغذائية بسبب ازمة ارتفاع تكلفة المعيشة التضخم في بريطانيا تجاوز عتبة التسعة بالمئة وخبراء الاقتصاد يرون البلاد تسير بخطة متسارعة نحو ركود شامل في النصف الثاني من العام الحالي الاقتصاد البريطاني تعرض لصدمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة ابتداءً بتبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي مرورًا بتأثيرات جائحة كورونا وليس انتهاءً بحرب روسيا على أوكرانيا وتأثيرها القوي على سوقي الغذاء والطاقة العالميين تلوم بريطانيا ومعها أوروبا روسيا على حصارها موانئ أوكرانيا ومنعها بالتالي صادرات البلاد من الحبوب والمنتجات الغذائية فههم مزراء خارجية قمة السبع يؤكدون في بيان لهم إدانتهم ما وصفوه بالعدوان الروسي على أوكرانيا ويحملون موسكو المسؤولية المباشرة عن أزمة الغذاء التي تضرب العالم لوم لا يضع مالاً في جيوب البريطانيين ولا يخفض أسعار ما يشترونه من غذاء وطاقة بل يعزز مخاوف البريطانيين من مستقبل اقتصادي قاس وليس بالبعيد فلو أن حكومتهم تملك حلولاً فعالة للأزمة لم اكتفت بلوم موسكو